وكذلك في دخول مكة وهذا يغفل عنه كثير من الناس النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامي واغتسل عند دخول مكة وذلك يستحب للناس الآن إذا اعتمروا خاصة الآن يحرمون في الطائرة وقد يكون هناك شيء من العرق ثم يذهبون إلى مطار جدة ثم يتأخرون في المطار ساعة أو ساعتين أقل أكثر الله أعلم ثم ينتقلون إلى في الباصات أو في السيارات إلى مكة قد يصيب شيء من العرق فالسنة أنه إذا وصلت إلى مكة أن تغتسل قبل أن تعتمر أن تغتسل مرة ثانية هذا اغتسال لدخول مكة هذا غير اغتسال الإحرام وإنما اغتسال لدخول مكة دخول يعني الحرم تغتسل مرة ثانية هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم